بعدنا معكم مشاهدينا وبحب ذكركم انه فيكم تتوصلوا معنا عبر www.norsad.tv فيكم تختاروا تليفزيون نور الشارق وتكبسوا على نور جديد وتابعونا وينما كنت طعم تحضرونا واذا بعد في عجل تصير فيكم تحضرونا عبر التليفونيتكم وتكونوا بهالفقرة رائعة معنا فقرة خاصة عن الصليب الأحمر الصليب الأحمر لبناني احد مكونات الحركة العالمية والحركة بتضم اكتر من 15 مليون متطوع حول العالم لحنحكي عن اعمالهم عن نشاطاتهم والاقسام عدد الاقسام الموجودة عندهم بس لحنحكي الموجودين بلبنان ولكن قبل للأسف وصلنا هلا خبر بدنا نشوف الصور جريمة صارت ارتقبت قرب مدخل شركة الكهرباء من ناحية الأوتوستراد تحت جسر شارل الحلو شاب تعرض للطعم بالسكين اكتر من مرة للقوى الامنية كانت قادرة على الوصول ولا الصليب الأحمر اللي كان متواجد الذي كان يتواجد ببعض سياراته غير مجهزة لمواكبة تدريبات العرض العسكري مش معقول شهر خبر اللي مش حلو ابدا وصلت سيارة صيب الأحمر المجهزة بعد فترة الشاب مرمي على الارض مرمي على الارض والدم عم يخرج من جسمه الدولي واجهزتها بعتادها وعديدة تتدرب الاستعراض قوتها تحت الجسر لحماية البلد يعني اليوم نحنا ما بد بعض في صور اذا بيمر وما بعض اذا مرأ وكلهم ما بدنا اللوم الجيش اللبناني معلي بيطلع له حصة انه بدي يتدرب وكرمال الجمعة الجاية تحية للجيش اللبناني الجمعة الجاية لانو عيد الاستقلال طبعا هنه مش ملامين على هالشي الملاب هو الملام عنا عدم تجهيز الطريقات لهيك حالات لعاجئة السير ولا للأمبنانس يلي لح ايسا الضيفة هلأ استاذ اذية تكلة بهيك حالات شو عم بيصير يعني بتموت العالم مثل ما زاكرت بأول فقرة في مادام ولا دي تحت جسر الجيان يعني هالشي مش مقبول والوجع الانسان ما بيحسه ولا نحنا إذا الا ما بيصير معنا ما منحسنا هنه عم نخبر اخبار ومش عم نتحك متعام نخبر الخبرية عادية ولكن في اشخاص موجوعة في عنده اهل هالانسان موجوع عم بعيني وهالشي ممكن يحصل مع اي شخص منا خبرية ابدا مش حره وخاصة انه كانوا موجودين صليب الأحمر حده بس سيارات غير مشخصة لا ايمة طبعا سهلا وسهلا بك استاذ اليو تكلي سبع الخير سهلا وسهلا كيفك كثير خير يعني للاسف عم بستقبلك عايق خبر بالشيعة انا كنت حبا استقبلك ونكون عم نتضحك لحن نضل نتضحك بزن العادرة ويسوع ولكن هالخبر بعرف قدي زعلك وزعلني اكيد وصل لك اخبار خبرنا شو صار بليز صراحة ما وصل لي الاخبار من صليب الأحمر متل ما عرفتنا عرفنا بالسوشيال ميديا ولا ولا اجهزة الاخبار يعني ما في جروب بين بعضكم انتو بين بعضكم لا عادة كل مركز عنده جروب لحاله يعني ما بنتنقل الخبر لسبب كثير السلسة اللي هي سرية سرية الاسعافية اللي نحنا منتبع اللي هي ممنوع تنقل الخبر الا بهدف تدريبة او بهدف مساعدة ولكن مش بهدف تنقل الخبر نشر الاخبار للشخص الاثنين اللي مات ما في خبر ياريت اذا نعرف اذا عنده فكرة من الشخص مع انه ما بحب انا اقول اسماء ولكن انه شهال اجهام هيدا يعني ما بعرف مع زحمة السير وهيك شو صاير انه استغنموا الفرصة انه علقوا معقول هلا بس بدي استوقف على نقطة لانه احكيوا انه سيارة الاسعاف منا مجهزة ما كانت مجهزة وقاية كتير للاسعاف في السوشال ميديا ممكن بتصور او بتضخم او بت مش نحنا انا هيك يصيد الخبر بس بتمرق اخبار مش عطول بتكون دقيقة صحيحة ولا ولا سيارة اسعاف تترك مركز ما بتكون ما بتكون مجهزة ممنوع يكون في سيارة اسعاف غير مجهزة كان بالعتيب بركي اصدن اشخاص هن من متطوعين لصريب الاحمر موجودين بسياراتهم ولكن ما معاولي معاولي كوني بركي اصدن لانه اليوم بنا نظلم كل السحافة ومقالهم مصلحة يقولوا انه صريب الاحمر غير مجهزة صحيح ولكن بمجرد انه وصلت سيارة الاسعاف هاي سيارة الاسعاف مجهزة بالعتيب ومجهزة بالمسعفين مدربين وهو المعادات الموجودة بيقلبها السيارة بس ان هيك خبر يعني ممكن يحصل معي معك صحيح حيالا شخص ما بعرف ما بدي بلش اصلا ما بنا بنا ببلش يعني مثل هيك حالي اليوم شو عندكم صلاحية يعني ما عندكم هليكوبتر ما فيكم تروحوا على الاجرحة التانية من الاوتوستراد مثلا عكس السيادة عندكم صلاحية للأسف في تدريبات على التدخل بالجو ولكن بعد معنا هليكوبتر للصليب الأحمر ولكن انا اكيد الجيش اللبناني بساعدكم بساعد ببعض الحالات نعم بينما بالنسبة للنقطة على الاوتوستراد اول شي في السلامة سلامة المسعفين وسلامة الاسخاص صفيتوا عالطرف حتى لو في اول شي اسباب السلامة لنحمل المسعفين الموجودين بالأمبنانس تاني شي نحنا كصليب أحمر منتبع القوانين اللبناني بس ولكن ولكن فيه مالي بدأت توقف على النقطة لانه اليوم وقت اللي بتوقف السيارة على تاني جهها متل كانوا عم يحفروا بالطريق يعني فيكن تحطوا هيدول الساينس الملونين وفلشر يكون عندكم إضاءة وقلوين العالم لاح تعرف مش كل العالم تعرف لا بلا متل ما بيحرفوا الطريق يعني مش أحصل ما يموت شخص على تاني ميلة صح بس الوصول بسلامة وفعالية أكتر طبعا بس عم نحكي نحنا عم نحكي مثل اليوم اليوم كارسة يعني اليوم اللي عاجقة مش مقبولة ولدت مرأة على الجسر كان فيها تموت هي وابنة صحيح بهيك حالة انه معوني الصليب الأحمر هو كمانا هلا بهيد الحالة حتى صليب الأحمر ما كان قادر يوصل حتى على المحل يعني لأ مسكر السابق بس من الجحة التانية بلا كمانا كان لأن الجحة التانية كانت مفتوحة أنا شفتها صراحة حلق محضرت الولادة محضرت محضرت أجنسوك بس أنه اليوم شوي بعرف أنا مش عملهم الصليب الأحمر طبعا أنا معكم بيعطيكم ألف عافية أولادي من الأشخاص اللي بيحبوا كمان يتطوع بالصليب الأحمر ولكن أنا بخاف أولادي يتطوعوا إذا ما فيه سلامة لقلهم كمانا صحيح بقلب الصليب الأحمر ما كانوا فيه سلامة لقلهم اليوم وقت لعطيتك إجزامبل صغيرة اللي بشوفوا ببلاد برية تكت تحت ساينز على الطريق تتوقف من ميلة لميلة هيدا أسهل شي ممكن تصير بس هيدا مش عطول آمنة هيدا اللي عم جربه مش عطول بس قدي فيها ريسك لو فيها ريسك واحد بالمية 5% لو فيها ريسك واحد بالمية بس في مية بالمية شخص عم بيموت بس في ريسك واحد بالمية على المسعفين طبع الصليب الأحمر وهي أول شغلة الثاني شغلة في عنا عطول 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 نحنا الصليب الأحمر تحت سقف القانون وعطول ما بس القانون مش عطيكون صلاحية للأسف لا طلبتوا بهالشي فيه حكي بس أنه عنا باللبنان بس أنا أكيد ما رح يقولولكم شي ما بعرفين كي أنا بقول ما تحت قارونا حسين اليوم لأنه هون الإنسانية بتتفوق على القوانين بتتفوق على كل شي لأنه اليوم كل نيب وكل وزير وكل مسؤول بالدولة ممكن يكون ابنه أو مرته أو هو معنى بهذا الحادث صحي أكيد ما رح يمنع يعني أنا أكيد إذا الصليب الأحمر اليوم بيعملوا بفش شوي لقدام وبيطالبوا بهالحقوق لأنه مينموم أنه معقولة بلد أنه في صليب أحمر بس ما فيه عرفت كيف حيست العالة أنه في صليب أحمر بس ما فيه لأنه ما فيه طرقات مجهزة لقلكم مش اللوم عليكم عم نحكي على الكل عم اللوم الكل يعني اليوم شوي دفشة منكم دفشة من النون نحنا عم ندفوش ونحنا بتصور مش مختلفين على المبدأ الإنسانية فوق كل شيء ولكن مثل ما بتتفشي يمكن أنا وياكم ندفوش والصليب الأحمر بدي تشفوش باش مش كل العالم استعدت عمل بالمقابل الموف يعني أنا كمان أبلاقي أنه في كتار أشخاص ممكن يساعدوكم لأنه إحنا ببلد لفنان العالم بعدها بتحب بعضها يوم أنت مش عايش ببلد برا أي تركو الأمبولانس العالم اليوم بتلاقي العالم بعدها عندها النخوة بعدها عندها هالروح الشفقة على التاني يوم إذا شوف حدا على الطريق عم بنزد بدي شوف شو بيه يعني بعدها عندها هالروح النخوة النخوة ها هي صحيح بتصور أنه هاينا عليكم بدنا يكون شوية عملوا ببوشتو نحن عمل نعمل نحن عم نعمل والأكتر تنحس بإمان أكتر لأولادنا عالطرقات بس أكتر من هيك هاي دا البوش عم نجرب نحن نطوره لقدام من خلال تدريبات على الإسعافات الأولية وحملات الطوعية اللي عم بتصير بالشركات والجامعات هلأ حمالات الطوعية شي هلأ نحكي عنه حمالات الطوعية وحملات التدريب شو هتنفعني التوعية إذا مضرت وصلت للأشخاص لأشخاص كيف لازم نتصرف بس إذا كنت لوحدة في طريقة نفس يعني بخده تضل حرك قلبي مثلاً خلال نعطيها نعم حملات تدريب كلها بتصير يعني عدة أمور من اضطرق إلى إذا حدا الواجه مريض قدامه أو حتى هو كان مريض ببعض الحالات شو الإشاة اللي في عملها لبين ما توصل لسيارة الإسعاف وهذا هو الهدف الأساسي لتدريب الإسعافات الأولية وتقريباً عم ندرب أكتر من 20 ألف شخص بالسنة في لبنان لتوعية أول شيعة أهمية الإسعافات الأولية وكيف الشخص يكون عم بيطبق هؤلاء المبادئ وهؤلاء الخطوات الإسعافات الأولية لبين ما كان توصل لسيارة في أشخاص عم يسمعون لها التوعية عم يتعلموا منها أكيد في عنا أكتر من 20 شخص عم يتدرب سنوياً على هؤل الخطوات إن كان شركات وإن كان مؤسسات وإن كان جامعات وإن كان مدارس في بعض الجامعات عم تجبر تلميذة ببعض بهذا المتياري اللي هي السيكوريزم أو الإسعافات الأولية بعرف الأولادة لأن الأولادة بنتي مشجعة كثير أن تتطوع كثير عطوة تطلب مني موما بليز بدي روح جرب وساعد هلأ أجعب لأنه على الإسعافات الأولية والتوعية وعند الشخص بيبلع لسانه بيقوله لازم ما تترك راسه هيك لازم تطويله رقبته لورا مظبوط صحيح وما في شيء اسمه شخص بيبلع لسانه لسان مثل حالة عضلة بجسم الإنسان لما الشخص يغيب عن الوعي ترتخي لما ترتخي بتسكر مجرى الهواء وإذا سكرت مجرى الهواء وبقى الراس بوضعيته الأساسية ببطل الهواء يفوت معقول هذا شيء قدّى لاختناق ولتوقف بالتنفس لذلك نحن إذا شخص غيب عن الوعي غيب عن الوعي في عندنا هذا الاحتمال لنسان يسكر مجرى الهواء لازم يتعلم الراس وينفتح الدم والأحسن من هيدا يتعلم الراس بطريقة يعني الراس لورا لورا صحيح وينفتح الدم يعني الدقل لازم يكون عالي صحيح والأحسن من هيدا الطريقة هاي حالي كتير بتصير صحيح والأحسن من هيدا الطريقة هو أنه ينحط على جنبه لهيدا المريض بوضعية قاملة يعني إحنا منسميه وضعية الأمان الجانبية على اليمين أو على الشمال ما بيأثر على اليمين أو على الشمال وبالآخر من بعد ما ينحط على جنبه المريض يتعلم الراس وينفتح الدم هيك أول شيء كيف بنام على جنبه بيعلوا الراس وهيك ونام على جنب صحيح هيك أول شيء هلا أنا العمباب بالدемонسترسيون هيك أول شيء إذا فيه تسكير بمجال الهواء من ورا ارتخاء باللسان بيفتح مجال الهواء ثاني شيء إذا هذا المريض بده يستفرغ أو فيه إفرازات بده تطلع من جسمه تقدر تطلع من جسمه من دماء اختنافئه آه أوكي كتير مهمة هيدا حلو نتعلم نشوف أننا نصرف مع أولادنا وخاصة اليوم بده فيه أشخاص عم يشربوا أرقيلة وعم نشوف حالات تسمم بالمطاعم يعني أنا قدامي مرتين ثلاثة بيكونوا أشخاص مع بأرجلة بس موجودين بجو الأرقيلة بتلاقي البنة عمرة 15-15 سنة لغبة على قلبها هون شعي جزём يعملوا? كمان نفس الوضعية؟ هاذي نفس الوضعية إذا المريض عم يتنفس لا Labor من التنفس من علّ الراس من نفتح التهم ونشوف إذا المريض عم يتنفس منشوف منحس بدينتنا منسمع نسمع يعني النفس نزعلت دينتنا على تلمهم كمان ومنشوف الصدر عم يعله ويننزل إذا هذا المريض كان عم يتنفس شتعي عم يتنفس سوف تجوة وضعية الأمان الجانبية passport إذا ما عم يتنفس يعني هيدا المريض عامين سكتة البيا. يا؟ مات؟ طبعاً نعم. بكون عامين سكتة البيا. من الأرقيلة؟ مش ضروري من الأرقيلة. نحكي من الأرقيلة. من الأرقيلة؟ خلص يعني ما فيه ما فيه عمل أنك يخلص؟ بالسكتة البيا لا بالعكس. مشان هيك عام فيه هاول حاملات التوائية. بيصير يضغطوا على قلبه. صح، يضغط على الصدر. 30 ضغطة مع نفسين ينعطا نفسين بالتم. نعم. ثلاثين ضغطة مع نفسين بالتنجرع ثلاثين بعيدون نرجع من عيد لحديث ما توصل لسيارة الإسعاف ايه ايه هو هني وشو قصة يعلق إجريلة فوق هاي كذبة لا مش كذبة نحنا منستعملها إذا مريد واطي بضغط عنده بس الشخص العادي مش عطول بيقدر يعرف إذا مريد واطي ضغطه ولا لأ وإذا عالي ضغطه إذا عالي ضغطه بتعليله ضغطه زيادة يعني على الحالتين خلوا إجريهم الواطين أحسن بلا ما حدا يعليه وهو الأشياء هؤلاء اللي نحنا منتطرق لهم بالدورات اللي نحنا منعطيها هلا في شي دورة قريبة عطول طالما في أشخاص حيبة تكون عم تتعلم هالأشياء فيها تتواصل مع الصليب الأخمار على اسم التدريب بالصليب الأخمار شو الرقم 05-955-089 أو با إيميل first aid at redcross.org على هيدول يالميل يالتليفان فيهم يتواصلوا وحال الأشخاص حابة تتدرب أو مؤسسات حابة تدرب موظفينا أو جامعة أو مدارس تلميذة أو الأسادزة فيهم يكونوا عم يتواصلوا مع قصمة التدريب اليوم عم تقول يتدربوا ولا يتطوعوا يكونوا متطوعين بصليب الأحمر ولا يتدربوا لحياتهم العديد يتدربوا لحياتهم العديد مين هل الأشخاص اللي بتقبلوا فيهم بالصليب الأحمر يعني مين ما بقدم أبليكيشن اليوم طلب اللي بتقبلوا فيه أكيد فيه شروط معينة فيه شروط معينة لازم يكون من أي عمر عمر السبعة عشر سنة وما فوق أكيد سجلوا العدل نضيف يعني عادة ما مفروض يكون سجل عدل مش نضيف وبالباقي باقي ما مفروض يكون فيه مشكلة بالابليكيشن طبعا طبعا ما حدا بلش بالصليب الأحمر قد ما يكون شخص قوي ما عمل شاك يعني يوم انتوا بتشوفوا إشياء يعني فضيعة العالم شقفة عبطرقات بالأكسيدانات أكيد ما خلقتوا هيك قوية مش من أول مرة وقل لي أنت بلا لا كلنا من أول مرة أكيد يعني بتعملوا شاك بتقنقزوا يمكن فيه أشخاص بيعملوا ديبريسيون فيه أشخاص بيتركوا أو في عدكن حاملات توعية خاصة فيكن لإلكن كأشخاص متطوعين فيه أشخاص بيحطوكن وبيعلكوا أنتوا راح تتعرضوا لهالحالة وبيحضروكن صحيح عطول كل شخص بيفوت على المراكز إن كان بالمراكز في عندك إذا بدك هيكلية بقلب المركز فيه أشخاص بيبقى أقدم منه بتساعدوا بتايتخطى حالة حالة معقولية واجهة غير هيك في عندنا برنامج برنامج المساعدة الأشخاص بقلب الصليب الأحمر هذا البرنامج هدفه الأساسي لأشخاص اللي عم بتعاني من هيك شاك أو شايفت هيك شاك تكون عندها مين تحكي هيويها ومين يساعدها لتتخطى هيدا الأزمة طبيعة الحال ما تكذب عليك كل شخص بفوت أول إرجانس يمكن أول إرجانس طعيلة راح يكون يحرر راح تأثر فيه ولكن فيها تكون أفرصة لإله فيها تكون فرصة لإله لهو يتعلم ويقوح حاله يا فيها تكون فرصة لإله لتراجعه لورا وعا كل الأحوال إن كانت هيدا ولا هيداك الحالة في عنده عالم محوطينه في عالم عم بتساعده عطول عم تدعمه الأد شو خلا إليتك ليتطوع للصريب الأحمر حلم 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 من أنا وصغير يسمع كتير أنا عن جد بالصريب الأحمر حلم عند كل الأشخاص كل شخص موجود بالصريب الأحمر بيقلك حلم وهواية وشغف وشغف صح يعني عندهم فرح إنه وقتل بيخلصوا إنسان بيحسوا بفرح عظيم إنه هني يخلصوا هالشخص ولكن بالمؤابل كمان إذا ما قدروا يخلصوا الشخص بيكونوا داعون وحسين هنمتعبنين سادقيني لو الشغف اللي منحسه أو الإحساس اللي بتحسيه بالأمبولانس ما بيتمن بيتمن كلمة يعطيك ألف عافية الله يخلي لك أهلك الله يخليك بصحتك دعاوين تجي كل هوا أحلى شي معقولي نعطى للشخص وهوا اللي بيخليك تتقدم لقدام صحيح ببعض المحلات في لحظات حزن أو منشوف لحظات ما بتكون كتير فرحة ولكن عطول للشعور إنه أنت جربت تعمل المستحيل تهيدا الشخص تهيدا الشخص يعني فعلا من قلبكم بتكونوا عمرة من القلب من القلب يعني بتحس الشخص اللي قدامك خيك أمك حضب يعني هالقدة بتكونوا من قلبكم عمرة وأكتر وكل مرة منطلع بشخص جديد منشتغل بعض أكتر وبيشغف أكتر وبيحب أكتر حلو حلو كتير الحكي إن شاء الله ما بنعوصكم بس حلو كتير إن شاء الله لا أكيد نحكا إن شاء الله ما بتشوفوا يعني كيف حدثتك بالصريب الأحمر؟ سبع سنين سبع سنين متطور عمر؟ نعم كيف حالك عمرك؟ 25 سنة يعني كان عمرك سبعة تاقوخ تغريب اللي شفت ولا مرة ترددت وقلت إنه ممكن أنا أعطوك صريب الأحمر وكل يوم بتروح؟ لا عادة دوام بالجمعة ووكيند بالشهر هذا دوام دوام بالجمعة يعني؟ يعني ليلي يعني من نهار من الستة عشرية لتنهار الستة الصبح أوكي هيدا كل جمعة مرة كل جمعة مرة ووكيند بالشهر ووكيند بالشهر من السبت سبت موش ضغطين كونكتير يعني بس المرتفين هلا بس إنه أنت بتجي مرتفع بالجمعة بعدين أنت ما قليك قلب تجي بس برتفع تصير تجي كل يوم تتعودوا أنتوا على بعض الجروف بصير عائلة وبتصيروا بعرف عرفت أجوائكم بثير حلوة وكيكم تحبوا بعض هذا الحلو إنه قليلة أعرف إنه أو سامعة جروب صليب الأحمر بتلاقي مثلا بمكاتب بمكان عمل أشخاص ما يتفقوا مع بعض أنتوا قلب واحد يحبوا بعضكم قليلة تلاقي شخص ما تتفق إنطوية صحيح؟ صحيح لأنه ما بدأكم واحدة وهدفكم واحد ما بدأنا واحدة هدفنا واحد وبالنهاية عايشين لترلي على الحلوة والمرة حلو على الأشياء اللي منعيشة سوا الحلوة والمرة فما في شي بيجمعك بالشخص اللي بوجك غير هيدا الأشياء والحب والشغل في ذاته والهدف ذاته يلي هو أبو كل شي فوق كل شي مساعدة بالمريض حمصني لأي عمر أنا أكسط كتير كبيرة للأطاق ما في ما في صحيح صحيح لأ العمر الكبير أنا أتصيبك وتعاملوني إصحافات أولية لأني أبنصحكم ما تقبلوني بس في عندي بنتي اللي أنا بعتعمل حكيمة كتير بتحبك بتشجع معنوك تخيفي تخاف لأنه بلبنان ما في تجهيزات يعني بصنع أنه أنت وصليب الأحوار سريع الكلمة مش قوي كتير بلبنان مش كأشخاص كتجهيزات تخاف على بنتي بكون بدي تتروح تخلص بدي خلصها لقلع هيدا السبب خليني يكون شوي متردد أنا مني موجودة جوا لأعرف قدي بالعكس هو إذا بدك أكتر جهاز إسعافي بلبنان متطور هو الصليب الأحمر وما في شخص بيفوت إلا ما بيتدرب فترة زمنية كتير طويلة يعني تقريبا عم نحكي نحنا بين 42 وال56 ساعة لا يبلش يزال على الطريق قبل ما يبلش يفوت على المركز وطالما هو بالمركز طالما عم تول عنده تدريبات مستدامة تيضل محافظ على هاو المعلومات وبيزيدوا هاو المعلومات بالمركز بتدريباته ها عم نحكي التدريبات المعدات إذا عم نحكي كأمبيلانسات كل الأمبيلانسات تبع الصليب الأحمر مجهزة بالمعدات اللازمة لاستغاثة الاستغاثة والتقييم حالة المريض لسحب المريض إن كان بحالة حالة طارقة كان بسيارة أو بحالة سيطوائشن بتكون تشالينجينج سيطوائشن بتكون تشالينجينج أو حالة مريض عنده عامل عامل وعكة صحية أو حتى مرضى السكتة القلبية كل الأمبيلانسات مجهزة بالأي اي دي نحنا من سابق ليه أوقات بيصير في تأثير إذا ما في عاجل تصير أوقات بيصير في تأخير بالليل ولا مرة بيكون في تأخير بالنهار أول ما شخص يدق على الصليب الأحمر في عنا غرفة عمليات تطلق الاتصالات 24 على 24 ويهي بتوزيع الأقصى سبعة أيام على سبعة ويهي بتوزيع أرب أمبيلانس وإذا كانت موجودة كم سيارة بكل أصل موجودة حسب كل مركز بس منموم خمس سيارات بكل مركز فيه يعني مش مفروض حبا ولا مرة نحنا منلبي عادة 80 لـ 85 من النداءات ويامات اللي بيصير تأخير بيكون من وراء عاجل تصير عنا بلبنان يعني كبيرة السيارات صح بتسعة أربعة وخمسة أشخاص لأنه بلك أواتب تتطروا أن تتسعفوا أكثر من الشخص أو تحفلوه مش بس هيك مية بالمية بنات وشباب في عدد لازم يكون معين بين البنات وشباب ولا يمكن كلهم يكونوا بنات يمكن كلهم يكونوا شباب بالأكيب المعينة بالأكيب بالأمبيلانس عادةً بيكونوا تقريباً البنات قد للشباب هني خمسة ما رح يكونوا أطبعاً يعني إذا أربعة بنات وشباب ثلاث بنات وشبابين أو ثلاث شباب وبنتين هيك الكل بيقدر يكون عم يحمل بسلامة يعني نتذكر أنه المبدأ الأساسي هو سلامة المسعف كمانا صحيح وكون المسعف هو عم يحمل بطريقة صح صحيح أكيد اليوم أنتو خلص الوقت مع معي ديقتين ما بتعرفوا للعون ولا دين صحيح أكيد المتطوعين كلكم من كل الأديان وتستقبلوا من كل الأديان ما بتسألوا إذا إنسان مسيحي أو مسلم وحتى إذا مما كان على الطريق حتى لو من غير جنسية لبنانية بتركضوا عليه وتستعفوه من كل الأديان هيدا واحدة من المبادئ اللي نحنا هي واحدة من المبادئ اللي نحنا بنمشي عليهم واللي نحنا كحائلة متطوع حبي يتطوع بالصليب الأحمر بيمضي عليهم لما بده يمضي بيمضي عليهم على السبع مبادئ أنه هو بمجرد ما هو مسعف أو لابس هيد الشارة مجبور يكون عم بيلتزم بها السبع مبادئ اللي هي عدم التحيز والحياة للأسف ولا سؤال هو للأسف ولا الحلو لأنه لحستقبلك برة تانية بدنا نتعرف أكتر يعني أنا صار عندي شغف أكتر أتعرف على الصليب الأحمر لأنه في أشخاص عندهم أفكار غير عن الصليب الأحمر ما عرف الصليب الأحمر بيقلص بس في أشياء هيك من جوة لازم نتعرف عليها أكتر وأكتر لحطرك الأسئلة لحلقة تانية وآخر سؤال بشكل سريع جوابنا لي اليوم في مشكل كثير كبيرة أنه مشكل المستشفيات تستقبل المرضي اللي عم تاخدوها أنتو كالصليب أحمر هم شو بتعملوا عندكم أجهزة ممكن فيكم تخلصوا بدون ما يكون نحنا بنعمل مستشفى صغير إذا ما تكون خاصة فيكم تخلصوا هذه نحنا بنعمل الإسعافات الأولية اللي فينا نعملها لبين ما كنا وصلنا على المستشفى كل الأمبولانسات هي مجهزة بأكسجان هي مجهزة بالأي اي دي اللي هو جهاز اللي نعاش القلبي الرئوي ومزيل الجفان البطايني لا للأسف نحنا ما منقدر نعطي أدوية هو معنكم حكيم بالصريب الأحمر؟ لا ما في حكيم هو لازم يكون في حكيم؟ مش ضرورة لأنه نحنا مش أحسن؟ مش ضرورة أنا عبرتكم أفكاد؟ نحنا لأنه الإسعافات اللي منقدمها لكان وصل المريض على المستشفى بس أنا بقول كثرة منيحة في لبناني يكون فيه على قليلة حكيم مش عطول بتعود مش عطول بيكون موجود بس عطول في حكيم إلا ما يطلع متطولين عطول في حكيم يالي نحنا منسميه المدير الطبية نتواصل معه نتواصل معه مدير الطبية للطبع الصريب من الحياة لفارماسي بتجيبه إذا حد عمي الألرجي مثلا فجأة إبريكورتزون لا 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 هيك مش من صلاحياتنا لأنه فيكون بس شفت هون المريض عم بيموت بالكذبة لا مش صحيح لأنه في لأنه هاو المواضيع خاصة الأدوية لأنهو بين إيديكم وهي هاي اللي مما كان بقدر يعملها فارماسيال يوم فيها مش صحيح بس أنت المريض عمي الألرجية عطيتي ضواء يمكن يعمل الألرجية على الدول لا عم نحكي كورتزون مش عطول من الكورتزون في كتير بس عالية بتكون جربت مش أحسن ما يكون عم بيموت مش أحسن مش أسوأ من أنه يموت من ورا الكورتزون طيب يموت ما حدا بيموت من الكورتزون هلا يمكن بالقلب يعمل سكتي قلبية طيب بس أنه كمان حيموها ما بعرف هيك في تواصل مش إن هيكي مش إن هيكي يعني نحنا تدريباتنا حلو كتير هالنقاش معاك نحنا تدريباتنا ضمن هايدي المواضيع ونحنا منقدم أحسن لهيدا المريض ولا مستشفى طالما نحنا بأقرب مستشفى ولا مستشفى بتقول لا على مريض نحنا مصرين أن نستقبلكم للأسف خلص وقتنا بعبدك تنقنية مصرين نستقبلكم عنا بنور جديد عبر تلفزيون نور الشرق إذا مش كل جمعة كل جمعتين يعني بدنا إياكم مرة بالشهر مستحيل ما في مشكلة أهلا وسهلا فيك شون هي طلعتك بالعربة أجعل الغالبة عمودا في هيكل إلهي فلا يخرجوا منه أبدا أجعل الغالبة الغالبة؟ نعم عمودا كاميرا؟ عمودا في هيكل إلهي فلا يخرجوا منه أبدا حالو حالو كتير شو عطتك كمسج؟ عطتك مسج ولا لا؟ ايه فيها تكون هايدي الـ محبة أو المساعدة صح اللي عم تعطيها للأشخاص تكون ثابتة صحيح وانت تنعادة منه ومية بالمية وهي إذا بدك الشي اللي منحسه نحنا بالصليب الأحمر كل يوم كتير مبسوطة فيك ألي أد ما أقول ما فيني ألك أدك كتير كتير مبسوطة فيك وتحية لكل الصليب الأحمر لبناني إن شاء الله لحيكون عندنا اللقاءات أخرى أكثر من مرة أحلى صحرة فيك مشاهدينا بناخد بريك سريع وبنرجع خليكم معنا بعثي فكرة تانية